موسيقى وهنا أرجع النظر مكانها مرة تانية وأرحب وبقوة وبشدة بحبيبي والله العظيم وحبيب الملايين مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منورنا مولانا بارك الله فيكم وبمناسبة حلول العام الهجري 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله نتقدم معك وبالبرنامج إلى الإنسانية جمعاء لمسلميها وغير مسلميها بصادخ التهاني وعظيم الأمان بالخير والنماء والبركة والسلام يوم الأربع أول أيام العام الهجري الجديد بإذن الله سبحانه وتعالى طيب أنا كنت بتكلم أنه عايزين نسمع من مولانا عن هجرة الرسول الكريم التي ينور بها يثرب فأصبحت المدينة المنورة نعم ومسألة العبرة من هذه الهجرة الله يفتحه وكيف استفادت الداء الدعوة نعم والرسالة المحمدية من هجرة الرسول خرج من مكة ذهب إلى المدينة وشاء العلي القدير أن يعود إلى مكة منتصرا نعم يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم أولا حضرتك في قصص الأنبياء والرسل أجمعين عليهم السلام دايما العبر والعزات كما تفضلت أن نركز على العبر والعزات قال الله في صورة يوسف القرآن الكريم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فحينما نأتي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه فقه السيرة ما الذي تمثله الهجرة النبوية هل هو انتقال من مكان إلى مكان أو من حيز إلى حيز فقط لا الهجرة ليست كذلك أولا سبقت الهجرة الحسية هي هجرة معنوية وياريت الأمة تعود إليها اللي هي الهجرة المعنوية الوجدانية اللي قال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قد نكون نحن في هجرة وجدانية حينما نهجر الربا الزنا الفواحش المخلفات الغش الخيانة كل الموبقات حينما يهجرها الإنسان فهو في هجرة بس دي هجرة معنوية وجدانية الهجرة الحسية انقطعت لأن الرسالة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وني ولذلك التنظيمات التي تدعو إلى اعتزال المجتمع طبعا لعلك تذكر في حداثة شبابك تنظيم الجهاد والتكفير والهجرة تذكر الهجرة طبعا بتاع شكرا مصطفى وأضرابه أيها اعتزال المجتمع وعلى فكرة سيد أطبف جماعة الإخوان في معالم في الطريق كان يدعو إلى ذلك لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلم البشرية أن الدعوة إلى الله عز وجل عبادات ومعاملات فمن هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة لم يهاجر فرارا ولم يهاجر تضييعا لوطنه بل حفاظا على وطنه خطبها لحضرتك لأنه سيعود إليه ولذلك ربنا بشر الرسول تعجب الصورة رقم خمسة في التنزيل صورة البلد تخيل مكي يوم ربنا يقول له لا أقسم بهذا البلد وأنت حل يعني ستحل ستحل طيب مقاعد فيها لكن إنباء عما سيحدث زي ما قاله في صورة القمر عن نتائج معركة بدر قبل أن تحصل بسنوات سيهزم الجمع ويولون الدمر فالمهم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله هاجر من مكة حفاظا على أرواح أهل مكة على وعلا وعلا هاجر من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم طبعا أنا هذكر ثلاث حاجات لكن في حاجة مهمة للغاية تتصل بفقه الواقع أيوة رسول الله السلام إما وصل إلى المدينة عمل المسجد منارة عمل المؤخى بين المهاجرين والأنصار وقضع على العصبية القبليه بين الأوس والخزرج وعمل موادعة مع قبائل اليهود بني النظير بني قريزة وهكذا لما الثالث قبائل لكن في شيء آه نعم لكن في شيء خطير جدا قد يغفل عنه من يغفل سيد الكريم من نتائج هذه الهجرة النبوية من مكة إلى يثرب المدينة دستور أو صحيفة أو وثيقة المدينة من 54 مدة أنا إلى الآن في حيرة أين مؤسساتنا من ترجمة ونشر وبس لبنود هذه الوثيقة طيب أنا أستأذنك يا مولانا أطلع فاصل وارجع بعد الفاصل أنا عارف أن احنا تكلمنا على بعض من بنود هذه الوثيقة العظيمة هذه تمخذت عن الهجرة بالزبط أو من نتائج الهجرة نروح لهذه الوثيقة وكيف كانت واحدة من أهم وأروح وأعظم نتائج الهجرة وهي من أروح الوثائق في التعايش الإنساني بين الناس وبعضهم البعض استنونا بعض الفاصل نرجع مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر طيب خلونا نجد الترحيب مرة تانية بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وكنا توقفنا أن واحدة من أهم نواتج الهجرة النبوية المشرفة إلى المدينة المنورة كانت الوثيقة وثيقة المدينة 54 بند يمكن أنا أتكلم مع مولانا فأنا أرتلو واحدة من أروح وأعظم وأهم الوثائق المتعلقة بالتعايش الإنساني ما بين الفئات والطوائف المختلفة داخل نفس ذات الحيز وقتها كانت المدينة المنورة لكن الوثيقة كانت ممتدة يعني عندما تكون هناك الدول والأوطان بالشكل السياسي الحديث وما إلى ذلك الرسول حط البنود الأساسية أحسنت من أعظم فوائد ونتائج الهجرة النبوية للإنسانية جمعاء تقدر تسميها أول وثيقة حقوق للإنسان في العالم بدون تعصو إزاي؟ قرر فيها في هذه البنود حرية الاعتقاد لا إكره في الدين مش نظر فقط ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان مجتمع فيه تلات قبائل اليهود بني القريزة وبني النظير ما أكرههمش على الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان المجتمع كان فيه بعض المنافقين وكان يعلمهم بأسمائهم لم يقتلهم أو لم يأمر بإبادتهم قد تبلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل رسائل الموادعة مع ملوك ورؤساء وأمراء الأرض يدعوهم إلى الإسلام سلميا ما قالش الواحد أنا لا إسلام يكون لك الأجر تمن تعرف بعث لكسرة وبعث لقيصر وبعث هنا في مصر للمقوقس إلى آخره الرسائل السلمية الرسول عليه الصلاة والسلام وجالوا مجموعة من مسيحي نجران آه نعم وقعدوا معاه وطلبوا الصلاة وقال لهم خشوا وصلوا في المسجد نعم صلاته تمام وعلى فكرة ما أسلموش طب وعادهم إلى مواطنهم سالمين بدون أي أذى وأعطاهم الوثيقة الأمان أيضا حضرتك بنلاحظ في وثيقة أو صحيفة أو دستور المدينة من 54 مادة إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع حرية الاعتقاد حرية التنقل ما عملش حدود لتنقل الناس وتضييق على الناس لا هر الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن ما به قوام الحياة ثلاثة أشياء ولذلك هو بقى في حجة الودع هيذكرها وسط الألاف المؤلفة من الحاجي إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام هو ما أمنش المسلمين فقط لا يا سيدي أمن الكل الكل ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مع عالمية الإسلام حافظ على قوميات الناس أيوة يمكن نقول لك من الغريب إن مجتمع المدينة بعد الهجرة كان فيه ثلاث قوميات مع الرسول أبو زر الغفاري من أشرف العرب صهيب الروم من الروم سلمان الفارس من فارس صهيب الروم من الروم وبلال الحبش من الحبش هذه القوميات وجدت بدون أدنى حساسية وتوجى ذلك بقى بمسك الختم من سيدتنا المصرية مهارية القبطية من صعيد مصر زوجة حضرة النبي أم المؤمنين أم سيدنا إبراهيم بن النبي محمد فياريت أنا أقترع على متابعينا ومشاهدينا ونحن ساعات إن شاء الله ونستقبل العام الهجر الجديد نقرأ فقه السرى النبوي في كتابين لعالمين جليلين أحدهم مصري إمام الدعاء سيدنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله محمد الغزالي السق هذا رجل بروفسير الدعوة لمن أراد أن يتعرف على حقائق الإسلام الشخص الآخر شهيد المحراب الأستاذ الدكتور محمد سعيد البوطي على فكرة صخفته أزهرية يعني فيه ناس أبلو مصر لكن هو فقيه الشام كتابين أرشحهم لقراءة فقه السيرة النبوية ياريتنا بقى أن أخذ الهجرة النبوية مش تاريخ فقه وأنا أناشد باحثين في التاريخ الإسلامي أكتبه فقه الهجرة النبوية منهج حياة للأمة المسلمة على وجه الخصوص وللبشرية على وجه العموم أنا شخصاً هنزل أجيب الكتب وأراه نورتنا وشرفتنا مولانا كنجرة العادة وشكراً بالمناسبة على يعني هذا الكلام على فقه الهجرة النبوية وعلى ترشحات الكتب كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر شكراً لحضراتكم على حسن المتابعة شكراً للمشاهدة